السلام عليكم ورحمة الله. اهلنا سهلا بكم. ان شاء الله نعمل مع بعض النهاردة احلى كبدة بانيه. يعني احنا متعودين نعملها بالردة. لكن النهاردة ان شاء الله نعملها بشكل جميل وبتدبيلة حلوة تعجبك جدا. والكبدة من ميزاتها ان هي ما بتاخدش يوقتي معنا خلص في التسوية وسريعة. انا معي هنا حوالي نص كيلو من الكبدة للشرايخ. هعمل لها تدبيلة جميلة جدا. معي بقى فلفل اسود وكمون وتوم بدرة. ومعي كمان بهرات كبدة وملح. وهستخدم فلفل مفروم. وفصين من التوم المفرومين. وهستخدم خل لو انت حابت زودي عصرة لمون. ما فيش اي مشكلة. اول حاجة همزج كل المكونات اللي عندي دي على بعض. حط كل التوابل اللي معي. هحط الفلفل. هحط التوم. هحط عليه البهارات الكبدة. ودي بيجي بقى من عند العطار موجودة متوفرة يعني. هحط كمان الفلفل بقى الاسود والكمون. كل التوابل هحطها مع بعض. وفي الاخر هنزل عليها بحوالي ربع كباية من الخل. هقلب كل الخليط ده مع بعض. طبعا هي ريحته وطعمه جميلة جدا. يعني انت هتتميها وانت بتجهزيها. بعد كده هحطها بقى اعمل بها مساج كده على الكبدة. وزاي ما انت حابة لو انت هتسويها على طول. يعني ممكن تسبيها حوالي نصف ساعة بس قبل ما تسويها. اثناء تجهيز الاكل. او لو عندك وقت تقدر تسبيها من ساعة لساعتين في التلج. هتديك نتيجة افضل. وطعم طبعا حكاية. انا جاهزتها وعملتها النتيجة كانت رائعة. هنزل بكل الخليط والتدبيلة الحلوة اللي عندي دي كده على الكبدة. واغلف بها الكبدة من كل الجوانب. انا طبعا بحب اشتغل بايدي فسامحوني يعني ما لش. يعني احب بحس ملمس اي حاجة وانا شغل فيها بايدي. فهقلب الكبدة من الناحيتين عشان اضمن انها تشربت التدبيلة اللي عندي كويس قوي. مفيش قطع تعدي مني من غير ما تتبل. وبعد كده هاركنها حوالي ساعتين قبل ما نبدأ في مرحلة التغليف. خلاص انا خرجتها قعدت معي حوالي ساعتين في التدبيلة الحلوة دي. لو طولت معيك مش مشكلة خالص برضو. هتديك نتيجة حلوة. عندي بقى عشان اغلفها احتدي عليه معلقة كبيرة من النشا حوالي كبات دي وعليها معلقة نشا. وبقسمات وبتين. هحط على البتين دول حوالي ربع كباية من اللبن. وما تقلقيش موضوع اللبن. هو هيخلي الخليط السايل اللي عندي ريحته جميلة وطعمه حل. هحط له طبعا ملح وفلفل. طالما عندي بيت يبقى لازم معي الفلفل علشان ريحة البيت ما تدايقنيش. هقلب كويس جدا. انا هخفق البيت اللي معي كويس. بعد كده الخطوات اللي جاية في منتها سهولة. هناخد بعد كده شريحة شريحة من الكده اللي عندي دي وابدأ اقلبها اول حاجة في الدقيق. هغلفها من الناحيتين بالدقيق. بعد كده هحطها في البيت اللي انا حطيت له لبن وحطيت له الفلفل الملح. مش عايز اقول لك بقى ان الخليط ده في النهاية هيطلع لك طعم حكاية. ونص كده كده ده هيديك كيلو في النهاية. يعني كل شريحة هتلاقاتها ضعفة بعد ما تسويها. بعد ما طلعتها من البيت هحطها في البقسمات. واضغطي كويس قوي عليها عشان تسبيتي طبقة البقسمات علشان ما تفكش منك اثناء التحمير. هضغط كويس قوي من الجنبين لحد ما تتغلف تماما بالبقسمات اللي عندي. واكيد هكمل كل الكمية بنفس الطريقة برضو هاخد شريحة اه اعفرها كده من الدقيق من الناحيتين. الدقيق ده عاليا نشو معلوش اي حاجة. بعد كده هنزل فيها بخليط البيت. وفي نهاية اغليفها بالبقسمات. وضروري تسبيتي البقسمات عليها بانك تتغطي على كل قطع بتقلبها في البقسمات علشان ما يفكش منك ويفصل. وانت بتسويها في الزيت. هخلص باقي الكمية وبعدين ان شاء الله نبدأ في التحمير مع بعض. حتى زيت على النار مش مش غزير ومش قليل. هستنى لحد الزيت ما يسخن وبعد كده هنزل فيه بقطع قطع. هي ما بتاخد شئة معك خالص اثناء التسويق. يعني لازم تسويها تبقي واقفة معيها. عشو ما تروحيش في اي مكان تاني لانها تتحرق منك بسهولة لو اتاخرتي عليها. مجرد ما بتاخد اللون دهبي من تحت بتقليبيها على طول. زي ما قلنا ان الكبدة سريعة قوي وما بتستحملش وقت في التسويق. لو ضبت عليها تنشف منك او ممكن تتحرق. فبسرعة جدا الواجه ده بيتحمر وبعد كده بقلبه على الناحية التانية لحد هي كمان ما تاخد اللون دهبي جميل. وطبعا كريسبي قوي ومقرمشة من برة. النشا طبعا بيعمل تأثير جامد في التغليفة بتاعتها من برة. طبعا انا هحط قطع قطع لان هي ما شاء الله كيبريت معي قوي. بعد ما غلفتها فمش هينفع حط اتنين. انتي لو القلاب بتاعت الكبيرة ينفع تحطي فيها كل مرة قطعتين. يبقى تمام. برضو هعمل بنفس الطريقة. لحد ما خلص كل الكمية اللي عندي. سريعا اول ما تاخد معي اللون الدهبي بيبقى لبها على طول. ولو الزيت محتاجي يتصفي بعد كل كم قطعة صفية علشان ما يبقاش فيه اي شوائب معك. طلعت الكبدة مش عايز اقول لك الريحة خطيرة وجميلة جدا جدا جدا. جربيها اقدميها بقى مع صلطة خضرة او مع صلطة الطحينة زي ما انا عملت كده. ان شاء الله نعملها مع بعض. والهانة والشافة ما تنسيش تشترك معنا في القناة. واكتبيلي تعليقك ولوليك اي طلبات منتظرة في التعليقات.